حمديني على التلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اقول الرجل اللي لا بيخاف كده. يا عصفور مالك. ما بتردش على الهيه? اه كان عندي كم حوار كده لما ارزة بخلاص المعنى. طب تعالي يا ابن تعالي. مالك يا عصفور. مش على بعضك ليه? اه مالك زاير فيقول له اه دكتور. انت هتخليني مش على بعض ليه بس? لا اصل اه في ناس قلتلي كده انك ماشي اليومين دول مع بيت اسمها يا صحر. كذابوا رمه واسبالة اللي قالك كده اسمها عبير. عبير? اه. اه عبير احنا من صحر. قالوا لي كمان انهم اه شافوك اعب معاه فوق عمود نور. كذابوا رمه واسبالة برضك اللي قالك كده. انا على طول باخدها فوق الموطة. ايوة خر خر بكل حاجة خر يا خروف. يا دكتور انت بتستدركني بالكلام ولا ايه? انت يا حبيبي المستدرج لوحدك. مش مشكلة. انا عارف انك بتمر بظروف صعبة الايام دي. بس اه ده ما يخلكش تاخد فلوسي. واقصي انا يا دكتور الدماغ مش واصلة. مش حاطت ايدي على البالف. فلوس الا اخدتها. فين المئة الف بتوع يا عصفور. مئة الف جنيب بتوع ايه? انت مش خدت من صراح الفين مئتين الف. يبقى انا ليا مئة الف. طب ما انت كنت بتاخد منه فلوس قده كده على قلبك وبترميل انا فتفيت. هو اللي قالك الكلام ده? عصفور. انت ملكش غير. صراحي الفين ده تعبان عايز يوقعنا في بعض. شفت اول ما تعملت معه من ورايه? خلك تسرقني. لا. لحد انا يا دكتور وستوب. انا مش حرامي يا دكتور. ولو زودت تاني في الكلام. هقول لك كل ارد ويلزم شجرته يا صاحبي. انت بتقول لي مين الكلام ده يا. بقول لك انت يا دكتور. لما اغزى بقى انا. هاي الزناب. شرفت يا دكتور. وانت من اهلو اسميه. اهدو كتور شيحة. شفت عصفور الكلب بيت حداني. اول ما تلمى على صريحي فيه لتنمرض علي. مس انا ورحمة ابو يا منا سايبه. لو وصلت بي اضمر له حياته الشخصية هادمرها له. مس انا пять حياته. اسم الله علىك أننا بي هدا. هاorth ها؟ مش معاك ولا ايه؟ عدمك يا عينا بيتي بس انا سمع كده انها هتغيب لها يومين ثلاثة اصل الصدمة كانت شديدة قوي عليها يا داكر داكر هي عبيد حكيتلكم على اللي ما حصلش بني وبينها اساسي دي مصيحة لك في كل حتة يا انا هرأيسك بس انا عشرك كرام يا اب ما عشرك كرام يعني انا كويس اصلا مش ده الطبيعي بتاعي بس زي ما تقولي كده يعني اليومين دول عندي الفكر بعضيني عن الكل عنا بنكابوة طب بقولك ايه ما تاخدنا انا هقدك عامل بك ايه بقى في الظروف المنايلة دي عايزة تسياحيلي شوف كده يا اخويا لا تكون حبيبة القلب